خلال لقائه اللجنة المالية في مجلس الأعيان قال نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائل معشر إن الحكومة ستقدم حجم الاحتجاجات على مشروع قانون ضريبة الدخل لصندوق النقد الدولي مؤكداً أن المشكلة التي نواجهها مع صندوق النقد هي عدم الثقة تصريحات لنائب رئيس الوزراء رجائل معشر أمام الأعيان تضمن إقراراً بالرضوخ لضغوطات صندوق النقد الدولي أثارت موجة جديدة من الجدل حول مشروع قانون ضريبة الدخل هذه التصريحات أثارت امتعاض الغرفة التشريعية الأولى مباشرة لترفض ما اعتبرته إملاءات عليها بتصريح على لسان رئيسها عاطف الطرعونة ما بين تصريحات الامعشر والطرعونة يطرح الكثير من التساؤلات حول الصيغة النهائية التي سيخرج بها القانون بعد مروره من مجلس النواب مع توقع إرساله من الدوار الرابع إلى العبدالي خلال الأسبوع المقبل رئيس الوزراء عمر الرزاز يجد نفسه في مأزق الآن أمام النواب بعد أن حوصر في المحافظات فالرئيس أراد حواراً هادئاً لكن الرياح لم تجري كما أراد فلا شيء يخفي حالة الضنك التي وصل إليها المواطن السؤال الأبرز الذي يدور في ذهن الشارع الآن هل استفادت الحكومة من الدروس السابقة أم أن الرزاز نسي ما حدث قرب مقر حكومته قبل أشهر قليلة